صريح العداء والكرهة أشرف مليون مرة من متصنع الود اللي لازم تحتقره العدو الصريح بعدوته شخص مريح واجب عليك انك تحترمه بغض النظر عن مشاعره لان عدوته ليك مش ضروري تكون شر ليك ممكن عدوته ليك تخليك واعل نفسك واخد بالك عليك من كتر من تعامل حساب للي بيعديك خايف تغلط وتشمته فيك عايز تنجح وعادي جدا بالنسبالك لما نجاحك يزيد من حقضه عليك أما متصنع الود والصحبة فده كائن أقل من إنك تسميه شخص حاجة كده تخليك بالشمئزاز تحس وكل ما تفتكره تقول عليه وعلى كل اللي زيه اخس حد بيكرهك وبيدعي محبتك بالكذب ويحلف على كده كذب والتمن بخس الكائن ده مهما أظهر لك من مشاعر حب وتأذير لازم تحتقره لازم تبعده عنك وما تقربوش منك وتخلي الكل عارفه عرف اللي بيشتم فيهم وعليهم خسته وحيقته وده مش ناقل كلام منك ولا نميمة عنه ولا غبة في حقه لوجوب الأمر الفقهي بل يبكت بما فيه لكي يحضر الناس شراء